وفي المناسبات المشتركة قدم عدد من الوجهاء ومسؤولية الدواء الحكومية في قضاء سامراء التهاني للعراقيين والأمة الإسلامية بحلول عيد الفطرة متمنين للمسلمين والعالم أجمع الأمن والسلم داعين المولى عز وجل أن يفرج عن شعب فلسطين ويحق ندماءهم وينعم عليهم بالسلام والأمان نتقدم بالتهنية لأبناء مدينة سامراء والشعب صلاح الدين المحترم سألنا الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام أيام خير لمدينة سامراء ومحافظتنا العزيزة وأن يمنع علينا بالأمن والأمان والاستقرار وسامراء وحال صلاح الدين أفضل وصلاح الدين أجمل ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام أيام خير ورحمة للعباد بسم الله الرحمن الرحيم تتقدم إدارة مديرية بلدية سامراء باطبتان التبركات إلى شعب العراقي وإلى أهالي مدينة سامراء بمناسبة عيد الفطرة السعيد وكل شكر وتقدم الإمتنان إلى قناة صلاح الدين الفضائية وجودها المتميزة في تقدم فعاليات مديرية بلدية سامراء أسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء باليمن والإيمان والبركة والإطمئنان وبلدنا وشعبنا العراقي المجاهد الصامد ومدينتنا وأهلنا في سامراء المباركة أسأله تعالى أن يعيده علينا أياما مديدة وأعواما عديدة ونحن نرفل بالإيمان والإطمئنان والصحة والسلامة وأسأله تعالى بهذه الأيام المباركات أيام عيد الفطر المبارك أن يمد إخواننا في غزة الصامدة بالنصر والثبات وأن يلبسهم ثوب العافية والصحة والأمن والأمان وأن يحفظ عليهم أموالهم وأرواحهم وأعراضهم إنه سميع قريب مجيب وأسأله تعالى ختاما أن يمن علينا بهذه الأيام المباركة طيبة أيام عيد الفطر المبارك ونحن نلبس ثوب العافية جميعا إنه سميع قريب مجيب